قام وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط حاميش فالكر بزيارة إلى العريش حيث تفقد بصحبة محافظ شمال سيناء خالد مجاور المخازنة اللوجستية هناك وأشهد بالجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما تفقد فالكر ومحافظ شمال سيناء مستشفى العريش العام والتقوا بالمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون على العلاجة المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس من هناك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإيصال المساعدات الإغافية المختلفة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة نحن الآن في المركز اللوجستي في مدينة العريش حيث يتم تخزين المساعدات المختلفة التي تأتي من جميع دول العالم وأيضا تأتي من مصر وتحديدا الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية نتحدث عن هذه المساعدات التي تتم تخزينها هنا وتتحرك بعد ذلك بشاحنات كبيرة إلى معبر رفح المصري ثم تتحرك إلى معبر كرم أبو سالم تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة نتحدث بالطبع عن استمرار عرقلة قوات الاحتلال ومنع قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين تتحجج بعدد مختلف من الحجج ومنها بالطبع على سبيل المثال ارتفاع حجم المساعدات طول ارتفاع المساعدات أو الكراتين المخزنة فيها هذه المساعدات أي أن كانت هذه المساعدات يتكن بها أي جزء من أجزاء المعادن يتم رفض دخول هذه المساعدات في بعض الأحيان يتم رفض دخول بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لكن هذا لا يمنع استمرار تخزين هذه المساعدات وتحركها باستمرار يوميا إلى معبر رفح المصري والمجهودات المصرية المختلفة من الهلال الأحمر المصري وأيضا المنظمات المدنية لتخيل هذه المساعدات اليوم كان هناك زيارة لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بمرافقة محافظ شمال سيناء في جولة تفقدوا فيها هذه المخازن وأيضا بعض المساعدات البريطانية التي كانت قد وصلت وتم منعها وتحدث أيضا وزير الدولة البريطانية عن استغرابه من منع دخول هذه المساعدات خصوصا أنه كما قال نصا أن الشعب البريطاني يدفع الضرائب الخاصة بهذه المساعدات وتأتي من ضرائب البريطانيين في هذه المساعدات ويتم منعها لكل هذه المدة كان هذا تعليقه على وجود كما الهائل من هذه المساعدات في المخازن الجستية وأيضا أشهد بيئة المجهودات الخاصة بالهلال الأحمر المصري والمجهودات المصرية لدخول هذه المساعدات هذه هي الصورة من المخازن النجستية في العريش والآن أعود عليكم مرة أخرى